بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساسي ذاتي الكرام طلبتي الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة رقم 12 من سلسلة الحصص القصيرة في مادة الهندسة الكهربائية في الحصص الماضية تطرقنا إلى عداد تصاعد باستخدام قلابات جماعة اللي حاب يشاهد الحصص يروح الحصة رقم 8 والحصة رقم 9 أما بنسبة العدادات تنازلية باستخدام القلابات اللي حاب يشاهدهم ويفهمهم يروح الحصة رقم 10 أما الحصة الماضية تطرقنا إلى دارة مندمجة 74 ألاس 90 وتطرقنا إلى حصة جزء واحد اللي حصة 11 واليوم سوف نكمل الجزء الثاني واللي هو حصة رقم 12 فاصل ثم نواصل شابي بابا نفهم 74 ألاس 90 في هذه الحصة رقم 10 سوف نرى الاستثناءات التي أعطيتها لكم في الحصة الماضية كما اليوم سوف نرى عداد ترديده هو 70 هذا العداد جدا فيها رقم فيها رقمين رقم الأحد اللي هو صفر ورقم السبعة اللي هو العشرة وطلب منكم تنسيد هذا العداد جماعة بابا نفهموا هذا العداد واش لازمنا؟ لازمنا نتعلم ونقرأ وثائق الصانع ولا نقرأ المخطط الوظيفي وبابا تفهم وثائق الصانع لازم تكون عندك استراتيجية منظمة في رأسك إذن واشي هذه الاستراتيجية جماعة؟ إذن هذه الاستراتيجية شفنا فيها خمس خطوات الخطوة الأولى واشي هي؟ لازمنا R91 و R92 من احتاجه هونش في العداد 74 ألاس 90 تسعودي معنات هذه من ربطهم بـ GND وكما قلت لكم حصة ماضية دارة مندمجة 74 ألاس 90 دائما هي عداد تصعودي ما عنداش علاقة بعداد تنازلي إذن خطوة الأولى في استراتيجية ربط R91-R92 بالـ GND خطوة ثانية جعل دارة عشارية وكيني استثناءة راح نشوفها من بعد إن شاء الله خطوة ثالثة نغذي دارة مندمجة بإشارة الساعة وخطوة رابعة نشوفه شرط نهاية العد كما نشاط نهاية العد واللي هو 70 سفراني غالط ماشي 32 سبعين وآخر خطوة في الاستراتيجية وشه هي اللي هي المسح هل هو مسح خارجي هل هو مسح ذاتي هل هو مسح خارجي مع مسح ذاتي هيا جمعان طبقوا هذه الاستراتيجية وكما كم تشوفوا اليوم وشهر نخدمه عداد فيه دارتين مندمجتين كما كم تلاحظوا جمع عداد تعدده 70 كده فيها رقم فيها رقمين رقم الأول هو الأحد ورقم الثاني هو العشرات داراتين مندمجتين دار الأولى تحسب الأحد والدار التانية تحسب العشرات وسنطبقوا خطوة الاستراتيجية أول شيء في خطوة الاستراتيجية وشه هي تخلص من آ 9 واحد وآ 9 ثانين كيف نتخلصون منهم ورد فهم نظلم بنسبة الدار الأولى وبالنسبة الدار الثانية إذا كمنان وبالآخرنا الاخطوة الأولى الخطوة الثانية يجعل الدار عشرية كذلك دارتين عشرية وكان واحد الاستثناء من بعد إن شاء الله ما تقلقه إذن و Breセ prone Ну ta 10 كيف نقلبها؟ المخرج الأول Q Tip As C 읽 وضعها نقوم ب глубب نقوم ب bef مالذي يغذي 70 ألس للخط timeless ويجب الشم脸 2 احضرت الدارة للخط تساعة الدار ب indications اذا الولاي قائم الشم гарمي بالحديد من دارة الساعة اكتب عليها فى هذه حالة ش مرة الفيديو إذاً ما نفعله؟ إذاً نقوم بإشارة سعة عشر نربطها بشكل منصب الدارة الأولى بما أننا نربطها بشكل منصب السعة الأحد هذه أهم شيئة جمعاً أكتب أحد لتربطها بشكل منصب أحد كما في القلبات القلب الأول لتربطه إشارة سعة دي ما سميه LSP إذن بما أن هذه مربطة بشكل منصب أحد إذن هذه الدارة تحسب لي رقم الأحد وما هو ترديد الأحد وما هو الرقم الذي ندخلص منه وهو رقم صفر نكتبس صفر صف Pakistan حسب. المخرج تدار المندامجة تهايه المخرج الاخير شون ما هو المخرج الاخير يكون هل يمسح المخرج alright للدار المندامجة الثانية يعني И sector 7 يعني ما معناته المخرج الاخير يعني هل يمسح المخرج الاخير لديه إشارة الساعة للدار المندامجا الثانية عن طريق مدخل 御 وهنا يعني أحبت نخلصي منه ما هي ال changing اذا نجمع عدد كما راه وفي هذه الحالة عدد تردده مئة لماذا لان الاحد هو عدد عشيري عدد الاني هو عشرة كذلك عدد عشيري هذا العدد الاولuli تردده عشرة والعدد الثاني تردده عشرة وعشرةling وفا 1943 . عشرة يساوي مئة مئة لو كنخلي بهذا الشكل اذا هذا عدد تردده مئة يحسب من صفر 99ته LAN مهنة ما قالпناش يخدمونه لعدد تردده مئة و قدنا قدنا عدد ترديده سبعين معناه يحسب. إذا هذه العدد العقم سيكون ترديده سبعين ما معناها سبعين. يحسب من صفر تسعة وستين هو مجرد أنه الأحد يولي صفر والعشرات يولي سبعة. يعني رقم سبعين. لازم نقول له تخلص من هذا الرقم نقلبوه دورة ناقصة. إذا هنا أحد رáح نتخلصه من صفر والعشرات سنتخلصه من سبعة. ما تخلق لك هنا عرفوا كيف تخلصه من الصفر وكيف تخلصه من سبعة. إذا كملت الاستراتيجية الثانية هي إشارة الساعة واذا عرفنا؟ دارة مندمجة التي نرطها بإشارة الساعة هي الأحد دارة مندمجة من تجيب إشارة الساعة تجيبه من مخرج للأخير تأكيد إذا كانت لدي دارة مندمجة ثالثة بنفس الطريقة سيكاة دارة مندمجة المئات تجيب إشارة الساعة من كيدي تاعة العشرة وتبقى تمشي على الحساب كده معامل عدد هل فيها رقمين ولا ثلاثة ولا ربعة ولا خمسة إذا كملنا إشارة الساعة ربعة واشي هو شرط نهاية العد رحو نجيبه هذه البوابة اللي تمدلي شرط نهاية العد وبوابة هذه يجمعها في 74 أهل الساعة دي ما حتكون بوابة أنت إذا في هذه الحالة كيف نخرج هذه البوابة طريقة بسيطة جدا إذا نشنا رحو رحو دارة مندمجة الأولى تاعة الأحد وبما أنه دارة عشرية بما أنه كيئة مربوط بسيكابي إذا كيئة نكتب عليها 2 أس صفر مع أنتها 1 كيبي 2 أس واحد مع أنتها 2 كيسي 2 أس ثنين نبقى نزيد بهذه الطريقة 2 أس ثنين أربعة وكيدي وشي هو 2 أس ثلاثة يساوي ثمانية بنفس الطريقة رحو دارة مندمجة بتاع العشرة بما أنه كيئة مربوط بسيكابي نخدم بهذه الطريقة إذا كيئة وشي ساوي 2 أس صفر واحد 2 أس واحد ثنين 2 أس ثنين أربعة و2 أس ثلاثة ثمانية من بعدها نشوفو سبعين إذا سبعين رقم الأحد صفر هل يوجد شرط نهاية العد في الدارة المدمجة الأولى أم لا لا يوجد لأن الأحد أجمعه يحسب من صفر واحد 2 ثلاثة 4 خمسة 6 7 8 9 وارجع تلقائيا سفر لا يحتاج شرط نهاية العد سي regresع تلقائيا إذا كو يحتاج شرط نهاية العد اللي هي الدارة مدمجة تعالى العشرة اللي هي رقم 7 إذا سبعين وشي يساوي من رقمين هذا بلنسبة لأحد سفر لا نحتاج كما تحقق شرط نهاية العد أما الرغم العشرات السبعة ما يحدث؟ يحدث كي A , وكي B وكي C والمزوجات سيفية جميعا ما سنقول؟ ماذا يحقق رقم 70؟ عندما يكون في عشرات المدمجة كي A يحدث 1 وكي B يحدث 1 منطقي وكي C يحدث 1 منطقي لماذا نحقق رقم سبعة اللغة؟ ما سنستخدمه في هذه الحالة؟ نحتاج بوابه AND إذاً هذه البوابه AND كي تربط بـ B, K, A, K, B و KC تحت دارة العشارات فقط بالنسبة لدارة الأحد لا يوجد شرط نهاية العد لو كان جاء عدة ترديل 72 لو كان جاء عدة ترديل 72 وش نقولو ثنين نحتاجوا KB من دارة الأحد ونحتاجوا K, A, K, B و KC من دارة العشارات سوف نشوفوا أمثلة أخرى وتفهموهم إن شاء الله إذاً هذه البوابه شرط نهاية العد تربط بدارة العشارات فقط تربط برقم سبع ومتى يتحقق الرقم سبع عندما كي اي ساوي واحد منطقي ناربطه بالبوبة وعندما كي يسيها واحد منطقه ناربطه بالبوبة وعندما كي سي يساوي واحد منطق ناربطه بالبوبة ربعة مع اثنين مع واحدا حملدولي رقم سبعة وهو مطلوب في هاته الدار من بعدها المخرج اجتع البوبة هنا وش نكتبو نكتبو اي ساوي سبعين وهنا يكمل شرط نهاية العد من بعدها وجم pearl أخر شيء هو المسح في نفس الطريق نسأل هل المسح خارجي أم مسح ذاتي داخلي أم كين مسحيني مع بعض كما تلاحظون عندي آد تمسح خارجيا عن طريق مرحلة ابتدائية الصفر من أشغال 2 إذن هنا وش عندي عندي مسح خارجي فقط إذا نجمع وش نروف هذه الحالة بما أنه عندي دارتين مندمجتين أتنسيو تقول لي أستاذ بما أنه دارة مندمجة الصفر لا تحتاج المسح لا لا أين يدعون الدارت أجلبها مسح جماعي يعطي الدارت ديما مسح جماعي إذا مونا نقوم بعمل A01 و A02 نقوم بكتلة واحدة بنفس الطريقة A01 و A02 تعد لدارة العشرة نقوم بكتلة واحدة وهذا نرطهم مع بعض بهذا الشكل ومن بعدها شكل يتحكم في المسح الخارجي يكون X20 إذن X20 يتحكم في المسح الجماعي وش معنتها؟ X20 ستطني منحوا لدارة منطقي الاحد وينشط ما داخل ارغم دار دارة العجارات ويتمسح العدد. اذا هنا وش نقولو هذا التركيب يحتوي على مسح خارجي فقط عن طريق مرحلة ابتدائية صفر من الاشغول على رقم اثنين. وهنا يا جماعة وقدرنا كملنا اخر خطوة اللي هي المسح. من بعدها جماعة اه كان واحدة الملاحظة احاب نعطيها لكم كم تلك عدد ترديدو سبعين. اه تونسيو تحول سبعين دفعة واحدة الى نظام ثنائي. لا لا. اقسمها. الصفر هي الاحد وسبع عشرة صفر بنظام عشري حول نظام ثنائي. تتسوي اربعة اصفر. على هذه مكانش شرق نهاية العد. وسبعة بنظام عشري حول نظام ثنائي وتسوي صفر واحد واحد واحدا على هذي وجي لقينها كي آ وكي بي. وكي سي. وكثين يحولوا سبعين دفعة واحدة. هل يمد لك عدد بالقلبات. انها يمد لك عدد بالقلبات السبعين حولها دفعة واحدة. وجماعة ك marriage تعرفوا عدد رح يمد لك عدد بالقلبات. رح يمد لك اير بار. كتلقى اير بار اعرف باللي عدد اللي احمدو لك باستخدام قلبات. وكتلقى اير بالمستوى العالي اعرف باللي احمد لك عدد باستعمال دارات مندمجة. ربعة وسبعين الاسة تسعين. وش هي الاخر اسئلة اللي قادة يطلبها منك في الربعة وسبعين الاسعين? قادة يقول لك استخرج توفيقة شرق نهاية العد. وش هي توفيقة اللي تحقق لي شرق نهاية العد? اذا بالنسبة للاحد ما كانش. بالنسبة العدد A الماء هو كي او كي بي وكي سي. اذا عندنا نكتبه اذا انو ماذا نكتبه? قادة فهمك el بوابة ربعة اهل说 هي دير عدد 2 bomb2 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 بتمسا مما كانت در عدد مندمجة. هذه الدارة الاولى الطابقة style bomb2 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 Conference وكيبي تعدارها الثانية وكيسي تعدارها الثالثة. إذا متى يتحقق رغم سبعة في العشرات عندما يتحقق وكيبي وكيسي. هذا بنسبة شرط نهاية العادة. سؤال ثاني ماذا قادر يقول لك؟ استخرج معادلة المسح. هذه هي المعادلة. هذه الكتلة جمع. هذه الكتلة. هذه سموها نوميز آزير. وهذه معادلة المسح. إذا كنت تحكم في معادلة المسح هنا. يتحكم فيها إكس عشرين. إذا نوميز آزير ماذا تساوي؟ تساوي إكس عشرين واللي هو مسحة خارج. هذا بنسبة المثال رقم واحد. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. وبعدها فهموا أكثر روحوا المثال الثاني والمثال الثالث. هاي جمعوا روحون مثال رقم ثنين طلب مننا إكمال تصميم منطقي لهذا العداد. أعطى لي المخطط الوظيفي. هنا وش كتب لي ثنين في أربعة وسبعين إلى تسعين. معنات هذا العداد قد يحتوي يحتوي على داراتين مندمجة. بما أنه تضيده ثنين وثلاثين. معنات نخدمه دارات تحسب الأحال. ونخدمه دارات تحسب العاشرات. إذا في هذه الحالة قدنا نحتاجه ونحتاجه داراتين. بها نحلو هذا التمريل. لازم نتعلم ونقرأ وثائق صانع. وبها نحلو وثائق صانع. لازم تكون عندي استراتيجية منظمة. كما لاحظت فيها خمسة خطوات. خطوة الأولى تخلص من أتسعة واحد أتسعة ثنين. خطوة ثانية جعل دارة عشارية. بعدها سنشوف واحد الاستثناء. خطوة ثلاثة إشارة ساعة. شكو نيغضيها. خطوة ربعة شرط نهاية ثلاث. وخطوة الأخيرة ما هو النوع؟ المس. هيا نبدأ بخطوة الأولى اللي يتخلص من أتسعة واحد وأتسعة ثنين. إذا بما أنه أعطالي دارتين مندمجتين. إرغام على تسعة ما نحتاجه. إذا هذه نرطوها بجياندي. والثانية نرطوها بجياندي. وهنا كمنا الخطوة الأولى من الاستراتيجية. خطوة ثانية جعل دارة عشارية. بما أنه ما فرصت عليك كي دي مربوطة بسي كا بي. هنا دي ما حول دارة إلى دارة عشارية. إذا دارة الأولى كيف نحول ها عشارية؟ بنقبوها تحسب من صيفة تسعة تاريد و عشرة. إذا مخرج كي آ هذا باش نربطوه بكلاوك بي. هذه بنسبة دارة الأولى. بنفس الطريقة الدارة الثانية كي آ هذي باش نربطوه بكلاوك بي. إذا نجدرنا في هذه الحالة قلبنا هذا عدد عشارية. وقلبنا هذا كذلك عدد عشارية. وهنا يكملنا جعل دارة عشارية. الخطوة الثلاثة في استراتيجية إشارة الساعة. ما الذي يغذي 74 ألاس 90؟ كما هناك كونها يغذي 74 ألاس 90؟ الغذي فيها الإشارة الرئيسية للأش. إذا وش نديره في هذه الحالة؟ إذا هنا نكتبو أش. وهذه الإشارة الرئيسية قادة تكون من أو سنك 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 ولا قادة تكون من بوابات نفي سي أم وص. ما خاش تعلبوه بهذه باش نربطوه نربطوه بالسكاءة. صحيح. بما أنه هذا الدارة ربطت مباشرة باش. إذا هنا وش نكتبوه؟ نكتبو الأحد. وهنا الأحد كده تريد وقده مو عملت عوج معه ثنين. إذا نكتب هنا ثنين. صحيح. من بعد هاروحوا كيف نغذي ودارة المندمجة الثانية. دارة المندمجة الثانية وش هتحسب لي أحسب لي العشارات. من جيب إشارة الساعة تنصي وتربطها بالاش. إذا من جيب إشارة ساعة تجيبها من آخر مخرج تاعد دارة المندمجة تاعد الأحد. إذا مخرج كيدي يعطي نبضات إشارة الساعة للدارة المندمجة الثانية. وش معناتها؟ الأحد تحسب من صفر واحد اثنين كي توصل تسعة. مجرد توصل تسعة ترجع للصفر. ستجبها نازل الدارة المندمجة الأحد والعشرات والعشرات يكتبها رقم واحد. إذا العشارات من جيب إشارة الساعة من آخر مخرج كيدي. إذا هنا نكتبه بما أن هذه جيتها إشارة تسعة من الأحد معنات هذي مش رح تكون دارة المندمجة تحسب العشارات. وبقدها ما عامل عشر تجمعها رقم واحد ثلاثة. ثلاثة هو العشارات. إذا هنا وش نكتبه ثلاثة. هذه الأرقام جمعة مساعدة. ما يشارح تخليك تغلط. قادر جي تخدم عدة ترديده ثنين وثلاثين تغلط تكتب عداد ترديده ثلاثة وعشرين. يعني هذه لازم تكتب الأحياد تكتب الثنين والعشرة تكتب vielä تلاثة. إذا هذي دارة المندمجة كما تخدمناها جمعة ترديدها مائة. تحسب دورة كاملة. إذا هذي عشرة وهذه 20 حشرةTr para 10 يopol إذن في هذه الحالة وش نقولو كمنا إشارة الساعة وغرانا حابين نقلبو العدد ما يحسبش من صفر تسعة وتسعين تاردي دومية حابين نحسب من صفر واحد وثلاثين ونتخلص من رقم ثنين وثلاثين فهذه الحالة وش لازمي بوابة شارط نهاية العد فهذه الحالة وش نديرو اجمعه بنفس الطريقة روحوا لدارة الأحد بما أنه دارة عشارية كي اا مربوطة بسي كابي كي اوش نكتبو عليها نحاولو من نظام عشارية نظام ثمي بطريقة غير مباشرة إذن كي اوشي قابلا هثنين وصفر معنا 1 كي بي ثنين وص واحد معنا 2 كي صينين وص ثنين معن تاربعه وكي دي ثنين وص ثلاثة معناتها ثمانية هذا بنسبة الاحالين بالنفس الطريقة روحوا لدارة العشارة بما أنه كي اا مربوطت بسي كابي رقزوا معا منه بما انه كي اا مربوطت بسي كابي هذه الدارة تكون عشارية معا نتها تحسب من صفر تسعة تاردي دو عشرف اذا في كا اوش نكتبو عليها بيكplant جديدو اوشي سي مباشرة مباشرة 2 أس 1 مع نتها 2 كيسي هي 2 أس 2 مع نتها 4 وكيدي هي 2 أس 3 أس 8 من بعدها نبدأ إذن متى ينتهي العدد عندما يكون الأحد يسوي 2 و ركسه مع المليه و العشرات يسوي 3 مع نتها شرط نهاية العدد نحتاجه بروباء إذن نبدأ في الأحد الأحد وش يسوي 2 مع نتها نحتاجه كيبي إذن شرط نهاية العدد يسوي 32 إذن أحد ومتى يكون الأحد يسوي 2 عندما كيبي يسوي 1 منطقي ما نحتاجه نحتاجه بروباء هذه البروباء أنت تكون مربوطة ومتى تكون مربوطة بالكيبي تاعة الأحد ونربطها بهذا الشكل لأن الأحد يسوي 2 و عندما يكون العشرات يسوي 3 إذن الثلاثة ماذا يسوي من هذه الأرقاب؟ من العشرة يسوي 2 و الواحد مع نتها وش نحتاجه نحتاجه كيبي تاعة دارة العشرة إذن نحتاجه هنا كده فيها بدخل الجمعة فيها داخل مدخل مدخل تاع الثنين وفيها مدخلين تاع الثلاثة وكي بي تاع العشرة. اذا كنت ارطها. اذا مثلا يتحقق رغم ثلاثة عندما يكون كي بي مع بعض مع انت واحد واثنين من الدولي ثلاثة. اذا نزيد ونرطه كي بي تاع الثلاثة في البوابة. والمخرج البوابة. واش نكتبو? نكتبو اي ساوية ثلاثة. وهنا يجمع كملنا شرط نهاية العد وكان احتمالية ثانية. نشوفها من بعدها سنقوم بإحتمالية ثانية أو طريقة ثانية إذا هنا وشو نقول لوجمعها؟ نقولوا كمنا شرط نهاية العد وخدمنا بوابة لتحقق لشرط نهاية العد أنا شو يساوي ثنين وثلاثين؟ الأحد يساوي ثنين والعشرة يساوي ثلاثة آخر خطوة اللي بقتنا هي المسح هنروح نشوف هل هو مسح خارجي أو مسح ذاتي أو مسح خارجي مع الذاتي؟ كما تلاحظوا الآن هذي باش مربوطة بالبوابة إذا هذي باشي هم مسح ذاتي سميهم مسح داخلي فقط إذا كيف نخدم المسح جمعه؟ إذا نشد أول حاجة المداخل إرغام على الصفر A01 و A02 تعالى الأحد و A01 و A02 تعالى الأحد و A02 تعالى الأحد تقلبهم نقطة واحدة أو نقطة مشتركة ولا كتلة واحدة بها نستمع أن نمسحهم دفعة واحدة إذا وش نديروا؟ A01 و A02 تعالى الأولى نرطوها مع A01 و A02 تعالى الثانية ونقلبهم كتلة واحدة ومن بعدها نرى المخطط الواضح ماذا يمسح العداد؟ يمسح العداد عندما يتحقق شرط 32 مع أنه يمسح ذاتيا عن طريق مخرج البوابة إذا وش نديروا في هذه الحالة نجيب مخرج البوابة ونربطه بكتلة المسح وهنا كملت المسح الذاتي هنا أجمعها قد تأتيكم كذلك أسئلة هنا كملنا المسح قد تأتيكم أسئلة استخرج توفيقة شرط نهاية العد إذا توفيقة شرط نهاية العدلية أن يساوي 32 متى يتحقق الآن 32؟ عندما يكون الأحد الثنين اللي هو كي بي وعندما يكون العشرات ثلاثة معناتها كي آ و كي بي وبهم فرق ما بين دارة الأحد ودارة العشرات إذا أنه يساوي كي بي واحد تعد داره الأولى و كي آ ثنين تعد داره الثانية و كي بي ثنين تعد داره ثانية إذا أنه ماذا يساوي؟ يساوي كي بي واحد للدارة الأولى و كي آ ثنين و كي بي ثنين تعد دارة الثانية و قاد يأتيك السؤال يقولك استخرج لي المسح إذا كما كنت لاحظوا أجمعها هذه كتلة المسح هذه هذه روميز آ زيرو كون يتحكم فيها؟ ركز معي منه كون يتحكم فيها؟ تحكم فيها البوابة معنات هذه الكتلة نفسها أن إذا روميز آ زيرو ما يساوي أن؟ و أن عندي أن؟ كي بي واحد في كي آ ثنين في كي بي ثنين و هنا يجمعها كمالت عدد تاريدو ثنين و ثلاثين مي كي نجمعها طريقة ثانية قاد يفرضها عليك في الباكالوريا و اللي هي ما يخليك إش تخدم دارة عشارية خليك تخدم دارة خماسية كيف هح نديرها؟ نشوفها إذنكم نشوفها تليوها بسيطة جدا هذا هو الاستثناء اللي قلت لكم عليه إذا وش هو؟ الاستثناء الثاني شو يقولك؟ يطلب منك تصميم عدد تاريدو ثنين و ثلاثين أما بعدك تشوف البنية ما تلاحظه؟ تلاحظه المخارج للكي دي الأخير باش مربوط مربوط بالسيكابي تعدارة ثانية إذن في هذه الحالة كيف تعمل مع هذا العدد؟ طريقة بسيطة جدا هيا جمعنا نخدمه هذا العدد إذن طريقة الثانية وش هي؟ وقتها نستخدم هذه الطريقة الثانية كيمدلك معامل أقوى أساس يكون أقل تماما من خمسة هذي ما تقدر تستخدمها لو كان ما يكونش أقل من خمسة ما تقدرش تطبق هذه الطريقة إذن وش هو أقوى أساس؟ هل هو أحد أم عشرات؟ هو العشرات إذن ثلاثة ثلاثة أقل من خمسة ولا ماشي أقل من خمسة؟ أقل من خمسة تقدر تطبق هذه الطريقة معانتها كيدي تربطها بالسيكابي لو كان مثلا عشاد كان خمسة ستة سبعة مثلا ثنين وستين أكبر أساس هو ستة وستة ما يحققش المتراجحة أكبر أساس أقل من خمسة تماما إذن شو نقوله؟ ما نقدرش نطبق هذه كيدي مربوطة بالسيكابي سيجمعها وذلكم بعد سنشوفها في الثماني الثلاثة أسكو تصلح ولا ما تصلح إذن بما أنه الأقوى أساس اللي هو العشرة ثلاثة وثلاثة أقل تماما ماشي أقل أو يساوي أقل تماما من رقم خمسة نقدر أن نخدمه كيدي نربطها بواش بالسيكابي في هذه الحلقة أستاذ الأسبوعية فيها خمسة خطوات أول حاجة 8 ساعة 1 و 8 ساعة 2 تخلص منهم وربطهم في جياني بهذا الشكل صحيح نكملنا رقم 9 1 و 9 2 خطوات الثانية جعلة دارة عشارية أننا نجمع ما نقلبيه عشارية ونقلبيه دارة الأحد فقط أما العشرات ليس عشارية فرضها عليها لأنه إشارات الساعة تروح سيكابي وكي توصل إشارات الساعة سيكابي مع أن تشكلها سيقوم بعمش كيبي وكيسي وكيدي وهنا وش عرفنا عدد ترديدوه خمسة إذن هنا عدد ترديدوه خمسة هل لي يعطي لك إشارة سعر مربطة بسي كابي إذن عدد يحسب من صفة ربعة إذن ترديدوه خمسة ما تقلقوش ذلك تفهمه بكل بساطة إذن نحو استراتيجية تعي جعل دارة عشيرية إذن وش نديرو هالي دارة مندمجة اللي هي تعال الأحد نرطو كياب سي كابي وجمع الأحد دي ما تربط كياب سي كابي صحيح الأساس الأكبر هو الوحيد اللي يطبق عليه هذه الفكرة لقد يعطي لي عدد فيه ثلاث أرقام رقم الأحد دي ما تقلقوه عشيري رقم الأحد دي ما تقلقوه عشيري رقم المئات في احتمالين يا تقلقوه عشيري يا يفرض عليك كي دي ما ربطة بسي كابي ولي خمسة إذن هنا جمعها هيا ينكمن إذن دارة مندمجة اللي بنها عشيرية دارة الثانية ما نتلاحوش لها راهي خمسية صحيح والسيكة هذي ولي ما عنده حتى دور إذن هنا شو نقولوه كمنا جعل دارة عشيرية إذن خطوة الثلاثة اللي هي إشارة الساعة إذن نجيبو اشارة الساعة آش نكتبو آش وهنا نربطوها بدارة مندمجة الأولى والدارة المندمجة الأولى اللي مربوطة بإشارة الساعة جمعها هذي دي ما اكتب عليها أحد بما تغلطش إذن هنا شو نكتبو أحد وقده معاملة الأحد اللي وثنين ونكتبو ثنين صحيح والدارة الأخيرة اللي تلقى إشارة الساعة من قيدو مربوطة بالسيكب واش نكتبو آش هي العشرات وترضية العشرة اللي معامل العشرة اللي هو رقم 3 إذن ينتهي العداد عندما يكون إحدى سواء عشرة الساعة وهنا يجمعي أشارة الساعة وكما نجعلو شرط نهاية العددا هنا هم ركزون معاي امليه هم ركزون معاي مليه نحن تختلف على الدارة الأولى إذن شرط نهاية عددا متى ينتهي العداد عندما يسواء 2 و30 عندما يكون الاحادي يساوي اثنين والعشرات يكون يساوي ثلاثة. إذا وش ندره في هذه الحالة؟ ندره طريقة تحويل من نظام العشاري إلى نظام التونعي. نبدأ في الدارة الأولى بما أن الدارة المندمجة عشارية. كيف عرفت عشارية؟ كياء مربوط السيكابي ديما نبدأ رقمه ملكياء. إذا كياء وش نكتب لها؟ 2 أس صفر معتها واحد، بعدها 2 أس واحد معتها 2، بعدها 2 أس ثنين معتها 4، بعدها 2 أس ثلاثة معتها 8. أما في الدارة المندمجة الثانية جماعة أطانسيو. بما أنه مربوط إشارة ساعة كيدي مربوطة بسيكابي، مع أنتها إشارة ساعة لما نحن توصل. توصل كيبي وكيسي وكيدي. وهنا الكياء وش يولي معزول ما توصل إشارة ساعة. في هذه الحالة وش دير عليه إكس؟ دير عليه إكس بما يخلطكش مع أنتها ما تدخلوش الحساب. بعدها 2 أس ثلاثة معتها وكيدي مربوطة أس ثلاثة معتها 2 أس ثلاثة معتها 2 أس ثلاثة معتها 4. كيبي وكيسي هنا تبدلت خدمة شوية على الإحتمالية الأولى. إذن هنا قد عندي رقم داخل الحساب، عندي 2 أس ثلاثة معتها 2 أس ثلاثة معتها. في الحساب معتها كيبي وعندي رقم ثلاثة شكون يعبر عليه كيبي وكيسي تعدارة العشرة معتها قد عندي رقم ثلاثة. إذن قد نحتاجه نحتاجه بوابا بثلاثة مداخل. إذن هنا رح نكمل شرط نهاية العد نسمو بوابا بوابا ذا حيكون فيها ثم مداخل. المدخل الأول باش مربوط مربوط بالأحد متى ينتهي العد عندما يكون الأحد يسوي 2 والعشرة ثلاثة إذن وقتها 2 يتحقق لي شرط وشي هو كيبي. معناة المدخل الأول بوابا أند يربط بالكيبي تاع الأحد بهذا الشكل. أما العشرات وش نحتاجه نحتاجه رقم ثلاثة متى يتحقق رقم ثلاثة كيبي وكيسي كيبي وكيسي وشي مدوا لي واحد واثنين وشي مدوا لي ثلاثة. معناته هذو زوج مخاج نربطهم بالمداخل المتبقية للبوابة إذن كيبي نربطه بالمدخل الثاني وكيسي نربطه بالمدخل الثالث. والمخرج البوابة جمعه وش نكتبه 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 آني ساوي ثنين وثلاثين هذي الحاجة جديدة وبسيطة جدا من فيها حتى إشكالية. هنا وش دا نقوله جماعة كمنا وش كمنا كمنا الخطوة رابعة الي شرط نهاية العد. ما بعدها وش بقانا بقانا المسح كما كمتلاحظونا يا وش هو مسح ذاتي وش نديره في هذه الحالة. المداخل الارغام هذو كامل نقلبهم نقطة مشتركة سواء الأحد وعشرات نقلبهم نقطة مشتركة. وش كون يتحكم في المسح كما نلاحظو في المخطط الوظيفي يتحكم فيه المسح الذاتي كيتحقق شرط ثنين وثلاثين. تمسح العدات تلقائيا ذاتيا إذا نجيبوا المخرج تاع إكس ثلاثين تاع البواب هذا ونربطه بالكتلة المسح. إذا هنا وش كمنا كمنا عدات تاريدو ثلاثين. لاحظنا باللي أن الأقوى الأساس اللي هو العشرات تتوافق فيه هذه المتراجحة أقل تماما من خمسة. قدرنا نربطه كيدي بسيكابي لو كان يكون العشرة يسوي خمسة فما فوق خمسة ستة سبعة ما نقدش نطبقه هذه الطريقة. إذا هنا وش نقوله جمعة كمنا عدات تاريدو ثلاثين وثلاثين وكمنا آخر حاجة في الاستراتيجية اللي هي المس. وهنا بنفس الطريقة قادر يقول لك استخرج لمعادلة شرط نهاية العد اللي هي توفقة شرط نهاية العد. إذا آن وش تساوي ثلاثين وثلاثين متى تتحقق آن يسوي ثلاثين لما دارة مندمجة الأولى كي بي واحد وكي بي ثنين تعدارة مندمجة ثنين وكي سي ثنين تعدارة مندمجة ثانية. إذا آن وقتها يساوي واحد منطقي إذا كان الأحد يساوي ثلاثين وش يكون يعبر عليه كي بي تعدارة الأولى كي بي واحد وكي بي ثنين وكي سي ثنين تعدارة مندمجة ثانية. والروميز آزيرو معادلة المسحة جماعة هذه المعادلة المسحة معادلة المسحة يتحكم فيها الآن إذا روميز آزيرو راجوه يساوي الآن يساوي كي بي واحد في كي بي ثنين للدارة الثانية في كي سي للدارة الثانية. جماعة ولا تحبوه هذه المعادلة الآن تعال معادلة شرط نهاية العد وش تديره؟ هذه ثلاثين تقسمها العددين. ثنين حولوها نظام ثنائي وش هتلقوها؟ تلقوها صيفة صيفة واحد صيفة وش معانتها نحتاجه وكي بي. وتلاثة حولوها نظام ثنائي بما أنه عندي ثث أبيات كي أمين يمشيش معانتها وش تستوي الصيفة واحد وواحد معانتها وش نحتاجه؟ كي بي ثنين وكي سي ثنين وأحسن طريقة حتى ساعتكم هذه اللي أعطيتها لكم الأولى وهنا يجمع كملنا مثال رقم ثنين. نذهب للمثال رقم ثلاثة في المثال رقم ثلاثة طالبة مننا إكمال تصميم منطقي لهذا العدد كما تلاحظوا هنا يا أعطالي 74 ألا تسعين هنا نسيت حاجة ما كتبت هايكوش نرمام لك تكون ثلاثة في 74 ألا تسعين معانتها قد نحتاجه ثثارات بوندمجة كما هنا كم تلاحظوا إشارة ساعة تعطى من آش مباشرة كما هنا كم تلاحظوا المسح وش هو في ثث طرق عن طريق إكس عشرة مسح خارجي عن طريق مرحلة ابتدائي من أشغولة واحدة ستعرفوه في المت من إن شاء الله كتقاروهم أو عن طريق مسح خارجي يدوي معانتها بتدخل الإنسان أو عن طريق واش مسح ذاتي عندما يتحقق الشرط وش هو أن يسوي خمسمائة وربعة وثمانين إذن هذي البوبة وش حتكون حتكون بوبة أور بسكو عندي أكثر من طريقة مسح بها نحلو هذا التمنج مع لازمنا نقرأ وثائق صانع بها نعرفو نقرأ وثائق صانع لازم تكون عندي استراتيجية فيها خمس خطوات هاي نبدأ نطبقوها الخطوة الأولى وش هي تخلص من أتسعة واحد أتسعة ثنين وبما أنه عندي ثث دارة مون دميجة كامل تخلص منهم إذن هذي الأولى نربطها بجياندي والثانية نربطها بجياندي والثالثة نربطها بجياندي جماعة احنا نديكم تكرار هذا بهي رسم يكون واضح كي أعطيك جياندي واحدة كامل تقدر تربطهم بنفس مأخذ الأرض هنا يكملنا الاستراتيجية الأولى كملنا الخطوة الأولى خطوة الثانية وش هي تجعل دارة عشارية كما كنت لاحظون هنا مفردت شعرك حاجة جديدة كما شفنا في التمنج الثان ما هي نربطها معصارت بالان مشكلةosas بسيكات اخوص الكامل القادمة غير م вижу حاجة كما كما في التمنج تطور قناعها وينح هو أعطيكم كامل تحولو دوائر عشارية تجعل قناعها التي تجعل لدينا دارة عしゃشرية ما هي المحمل العشارية ت心 overnight لأنه لم يدد إشارة الساعة ما هو إذا كانت إشارة الساعة ستكون عشارية لماذا عشارية؟ لأن المخرج كيئة ربطت بسي كابي معنى مخرج العدد دي تاريدو 2 تعال كيئة ربطت بسي كابي سي كابي هو العدد تاريدو 5 2 في 5 يساوي 10 وهذا ستشاهده إن شاء الله في المستقبل في الحصص التفصيلي هذه هي سلسلة الحصص القصيرة لماذا حاب ندخل بنية داخلية ل74 ألاس 90 إذا هنا كمنا خطوة ثانية في الاستراتيجية من يجب على دارة عشارية الخطوة الثلاثة هي إشارة الساعة ونرى كيف يدد إشارة الساعة وهي هي 10 كما تلاحظون كيف يدد إشارة الساعة عشت؟ نربطها هذه بالدارة الأولى مجرد أن نربطها بالدارة الأولى كتب الأحد وبعد ما كتبت الأحد، نرى رقم الأحد هيا ربعة صحيح دارة مدمجة ثانية نأخذ إشارة الساعة إذا نقوم بتقريبه من أحده. مع أنت آخر مخرج و أشياء كيد. إذا لم تخرج كيد هذا لن نربطه بشقة آثانية. بعد الأحده. كيف يأتي العشرات؟ إذا نكتبه العشرات. و بعد أن نرى رقم هنا نكتبه ثمانية. أما أكدو لك ثمانية هنا فلا تقريب العشرات لسيما تحسن من الصيفة الساعدي. النيظة في اي الاشاخ عليها لحظة المعينة هنا كمناها العشرة قمز ميات كيف يتم إشارعة من الوقت وإنهام الآخر من الوقت وإنما نُكتبًا للمشاهد لمدة 10 ما هو الآخر المخرج ؟ ماذا هو كيدي سنقترب إفتقات المده نسيج عليه ونكتب المؤامل الذي يقوم بمئة المده ونقوم بسيارة 5 وماذا يمكن بإنينا وإنهار في المساعد الخدمات ما هي حلقة المده وماذا تمكيس بها? هذا المده وقوم بمجمعها في الشهر 10 ومئة تردده 10 قم بإ نجاح للعداد عدة 10 ومعادة 10 ومعادة 11 ساوي 1000. اذا مرحبتني عدد ترديده اه 1000. اذا ماشي مع نح Young quick اقول عدد ترديده في ارقام 584 و future INCORP, يمكن عدد دوره كاميه اللي هو 1000. 10 في 10 في 10. هنا ماشي خدمت عدد ترديده ههها. و leve distorted calloli 584. وش معناتها ها يحسب من الصفر口 553 مجرد انه يجي رقم 584 لازمنا نمسحذ. اذا هنا وش انقول. أتبع لكي أقوم بتظهر صحيح إشارة الساعة ولكن كيف ن در الجمع؟ شرط نهاية العدل هنا يجمع ن أقوم بتطبيع 580 شرط نهاية العدل وست لا تكون بوبة ان كيف نخرج هذه الطريقة بسيطة جدا؟ كيف ن در الجمع؟ حباً لبهذاً يبدأ لكي أقوم بسبب كبير عدد عشياري كيف ن در الجمع؟ نعود هذه الجمع كي أ 2.01 كي بي 2 أس 1 معانتها 2 كي سي 2 أس 2 أربعة وكي دي 2 أس 3 معانته 8 هنا كمنا الأحد نزيد وروح العشرات بما أن العشرات كي أ مربوطة بسيكابي هي عدد عشيري معانتها نبدأ الترقيم من كي أ معانتها 2 أس 0 وكي بي 2 أس 1 وبعدها كي سي 2 أس 2 وكي دي 2 أس 3 اللي تسوي 8 هنا كمنا العشرات نزيد وروح المئات بما أن كي أ مربوط بسيكابي في المئات معانتها نبدأ من الكي أ ما لدينا السفر الى السفر ١ ٢ ١ ٢ ٢٦ vaڭ ٢ ١٢٧ أكسير ٤٣ so are �كرings و ٢٢٣ كارس tomorrowの FAQ dudes يحقق الرغم الثمانية، عندما يتحقق كي دي بنحقي الحديث في الدارة العشرات نضيف�� عرض كي دي البعض معندوس كيسي وكياء هنا جدا عندي توفيقا جدا فيها مدخل رح يكونوا فيها اربعة رقم رقم ربعة من الاحد واحد ورقم ثمانية من العاشرة ولوزوج ورقمين من المئات مع انتها رح تكون عندي بوابة باربع ما داخل اذا وشو نكتبو اذا وشو نقولو نصمو بوابة انت نبدو في الاحد الاحد متى ينتهي شرط نهاية العد عندما يكون احد يساوي اربعة متى يساوي اربعة عندما يتحقق كيسي مع تها هذه البواب باش نربطها نربطها بالكيسي بهذا الشكل زرح العشرات متى يتحقق العشرات عندما يكون ثمانية ثمانية واشو يقابل كادي مع انتها كيدي Abd مدخل الثاني وقتل عن بوابا يتربط ب كيدي الثمانية العشرات بعد اروح المئات المئات الشو فيها خمسة متى يتحقق هل يتحقق كي سي و كي ا ا التقطف الكي أ و كي سي تعارض و فكر 30 إلى 5 تقليجي في التقطف الكي أ و كي سي مش هل neces هل تزالون زياراني؟ 2 كي سي أره 8 تقليل لزياراني 4 كي أ و كي سي تقلبهم نقطة واحدة وتقلب البواب في مداخل لا لا اي مدخل اي مخرج يحقق التوفيقه اخسر عليه خط واربطه بمدخل البواب اذا هنا وش نكتبه ان ماذا يساوي يساوي خمسمائة وربعة وثمانين هنا اجمع اوش ذرنا كمال ناشاط نهاية العد اللي هو انوش يساوي خمسمائة وربعة وهو ثمانين ماشي ثانية وثلاثين عذرا صحيتو واخر خطوة شي هي المسح هل هو مسح ذاتي ام مسح خارجي ام مسح ذاتي مع خارجي هيا اجمعه كما كما تلاحظ هنا هنا بوابه هذا وش هو اللي جاي من بوابه بتسرط نهاية العد نسميه مسح ذاتي وهذا الدوجل يبقى مسح خارجي اذا هذا التركيب ش فيه وش فيه في مسح ذاتي مع مسح خارجي اذا اجمعه وش نديره في هذه الحالة اول حاجة اد صفر واحد اصف اثنين تعال احد وتعال عشرات وتعال مئة كامل نقلبهم كتلة واحد اجمعه اجمعه مهمنيش ولو حتى يكون احد يسوي الصفر لازم كامل نربطهم مع بعض هذي موسمة كتلة مسح كتلة مسح وش الدارات المندمجة في ثلاثة في آن وواحد من بعدها وش نرسمو نرسمو بوابه اور بس كون لا عندي طريقة مسح واحدة واحنا نمسحوها بثطرق هنا قد تخدم هذه الخدمة هي بوابة اور تعمل عمل سويتش اذا بوابة اور هذي وش ندير لها ما تخل اول باش نربطوه على الوثائق سعنا نربطوه ب اكس عشرة اذا اكس عشرة وشي هي مرحلة ابتدائي من اشغلة واحد وش وظيفتها مسح العداد خارجي بطريقة اهلية عندما تنشط مرحلة اكس عشرة مدخل الثاني ش نكتبه اينيت اينيت شو وظيفته بما انه يحتاج تدخل انسان وبما اينيت ما ربط بالمسح وش نسميه اه مدخل مسح يداوي خارجي هذا وش وظيفته اينيت اه كده تضغط عليه تبدله واحد ش هيدير احي يمسح العدادات في ثلاثة عن طريق تدخل انسان على هذي شي يسميه مدخل مسح يداوي خارجي لا قلنا خارجي انسان بنسبة لتركيب هذا هو شيء خارج اذا اينيت شو وظيفتها هي الضغطة اه كده اضغط عليها راح تمسح العداد طريقة يداوية اذا هذا شي يسميه اينيت مسح يداوي ونزيدوله كلمة خارجي والطريقة الثالثة جماعة عندما يتحقق شرط خمسمية وربعة وثلاثين هو المسحة الذاتي اذا مخرج نضغط به في المدخل الباغبات ثلاثة اذا لماذا تد informação لذلك ثلاث مداخل لذلك ثلاث طرقة للمسح والمسح no كما نضغط بقلة القلبات للتاوي علىn qui is when the سوف يكتب لك خط ضائرة. سوف يدع لك عدد بإستخدام قلبات جيكا. وهنا يجمعنا كمنا طريقة ألمس. كمنا آخر خطوة في الاستراتيجية. ما هو قادر جيك كذلك؟ قادر جيك سؤال ما يقول لك استخرج شرط نهاية العد. إذن تسوي 584. ما هي التوفيقات تحت؟ طريقة بسيطة جدا. إذن ما تسوي توفيقات تحت؟ تسوي كيسي من دار الأولى. سوف يقومون بسيطة من دار empty keydưa plus key c. إذن الآن أتيجا. تحويل كيسي 1rar debme والتيسية. تحدث عن كيسي 3ره ألمس. معادلة المسحج مع لستبقات هذه الكتلة ، من الاستبقات التجاهز بشطة press. المعامل أقوى أساس أقل من خمسة المعامل أقوى أساس أقل من خمسة أحد ماشي قوي عشرة ماشي قوي هل الخمسة أقل تماما من خمسة؟ هذه لا تتحقق متراجحة إذن هنا وش نقوله؟ ما نقدرش نربطه كيدي بسي كابي إذن هذه لو كانت تخدمها كذلك غالط صحيح وموش أحمده لك في التركيب أكيد إذن وقتها نقدر نربطه كيدي بسي كابي تقع أقوى أساس كي يعد المئات وشي سوية ربعة ولا ثلاثة ولا ثنين ولا واحد إذن مش نقوله هذه الطريقة ما نقدرش نطبقها لماذا؟ لأنه رقم أقوى أساس ليس أقل تماما من رقم خمسة وهنا جماعة زينا كملنا عدد تصعدي باستخدام 74 أليس 90 وهنا يوصلنا نهاية الحصة وما بقى عليه ينقلكم غير السلام ترجمة نانسي قنقر